سلام ابنات مرحبا بكم في القناة ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير كما كم تشوفو هنا في هذا الفيديو تا اليوم جبت لكم طريقة سهلة ورائعة باش نشمخوا اللوبيا تاعنا اذا كنتي فريمون سيتي باش نشمخوا اللوبيا تاعك لوبيا تاعك تقدري طيبها فاسيما في ذيك تقيقة مدة ياربي انكار دور توجد معك اللوبيا وتحرجها بالطريقة اللي حبيتها هنا عدنا المقادير باش نشمخوا اللوبيا تاعنا باش نطيبوا بلوتو اللوبيا تاعنا جيغاك تومو هنا كما كم تشوفو عندي زوج مغارف كبار تاع سكر عادي كريستاليزي وعندي زوج مغارف كبيرة تاع ليفير شيميك او خاملة الحلوى ممكنو سخنا في قدرة ولا في كوكوت شوية ما درجة الغلايين واحدة زوجري ثلاثة ولا ثلاثة تاع تعمى على حسب كمية اللوبيا اللي عندك هناك تلحق يلحق المال درجة الغلايين انطفو عليه كما كم تشوفو هنا حي لحق درجة الغلايين كيغلي غلي 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 غليا واحدة هذا ما كان هذا ما كان رح نطفو عليه ونضيفو اول حاجة هي كمية السكر كيما كم تشوفو هنا رح نضيف كمية السكر اللي قتلكم زوج مغارف كبار تاع سكر ونضيفو مغارفة كبيرة تاع خاملة الحلوى او لا ليفير شيميك كيما كم تشوفو هنا كن تفاعل بين الخاملة والحلوى في الماء عادي تفاعل عادي هناك ما قلتلكم الفرنو راني مطفيت له بعدها رح نضيف كمية اللوبيا اللي ما قلتلكم يبسا بعدها حنطيبها مباشرة هنا حنخليها حنشعل عليها الفرنو بينسوع منذارة وجديد نخلط ونشعل عليها الفرنو ونخليها مدة انكاردر تكون طابتة معانا هنا بعد مرور تقريبا خمس دقايق حتى ست دقايق نشوفو شكل اللوبيا تاعنا فغيمو طريقة سريعة باش تطيب معانا اللوبيا كما كم تشوفو هذي بعد ممتا دي مينوت ممتا عشرة دقايق كما كم تشوفو هنا كانت حاولي 6 دقايق واقعي 6 دقايق ماكسيموم رح تشوفت اللوبيا تاعي كما كم تشوفو وصورتها لكم باش تشوفوها عن قرب وتأكدو بلي طريقة فعالة فعالة باش باش طيب اللوبيا تاعك هنا بعد مرور انكاردر 4 ساعة هاي وجدت معانا اللوبيا تاعنا طيبة كي الزبدة فغيمو طيبة كي الزبدة ان حب نطيبها بالليح انتي لما حبيتش طيبها مليح انتي وش حبيتي تحبي تخليها جغل نص طياب ومبعد تكملي لها طياب انتي كما حبيتي هنا رح ندير شرب اللوبيا عادية بالكمون فغيمون سهلة وسارعة كيما كم تشوفو باللوبيا هذيك اللي طيبناها هنا يا مقادر سهلة عدنا هنا يا زوج فصوص تعتوم ولا ثلاثة في زوج مغالفتها زيت قليت هذوك الفصوص تعتوم في شوية زيت بيانسير زيت هنا يا حبة طماطيش غابي او مسكرفجا هكذا كيني زيد طماطي غابي كيني ميزيدهاش كل واحده كيفاش انا نضيفها نضيفها منذيرها وزيدي بيانسير نصط مغير فتاع تاة طماطيش تلبيت هكذا وتقلي كمي المكونات بعدها رح نضيفوا التوابل توابل نستعملهم توجوغ في الشربة تالوبيا تانا نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح ملح التعليق في الكنجيلات يحبس في كل سنة يمكننا أمرق بعضبوض و أتركت هذه القصبر التعليق و ترمي اللوبيا المنزل شربه لوبيه سهله غابيد بلا ما تشمخي لوبيه تاعك مقبل تكون وجده طريقة فعالة بزره هنا لوبيه تاعي قسمتها على زوج نص دلته نص خليته مش هندير كميه كبيره وانتي على حسب افراد الاسره تاعك تقدري تديري الكميه اللي حبيتها كي ما قلت لكم ما منكونين سيتي تشمخ تاع لوبيه تقدري طيبها وجدت فريمون فريمون بنينا وحلوه وهذا كل السكر اللي غليناها به ما طلقتش الحلاوه ولا فريمون جدت القوتحة فريمون هايل هايل وجدت بزر فطريا كي ما كم تشوفوا هنا رح نزيد المرق منظره جديد كي تغلي معايا المرق منظره جديد ونغلق على الكوكوتا التاعي من درس الصفارة بينشه جس نغلق هدا مكان تمت قدر طيبها في قدرها عادية بلا ما تستعمل الكوكوتا هنا اللي بيتانا راه طايبة بلا ما نستعمل الكوكوتا اللي بيتانا راه نزيد المرق من درس الصفارة هنا كما كم تشوفوا هاي اللي بيتانا وجدت جات فريمون هايله بلا ما تتعبي بلا ما تشمخي اللي بيتانا عاكل الى مقبل جات فريمون هايله وسريعة ولقوتحة فريمون هايل هاكدا وان شاء الله شي طيب الجامع وان شاء الله يكون اجبكم الفيديو تاع اليوم وعطاتكم ووصلتكم الفكرة تاع اليوم وانتلاقاوا في فيديو اخر ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة